مرحبا بكم جميعا انا سامي كورجي واليوم بالفوتوشوب راح نتعلم كيف نعمل صورة double exposure مثل هاي اوكي تمام هلا منروح على الفوتوشوب من بعد ما نختار الصورة بدنا نختار صورة تانية قريبة لهيه الصورة او تكون بشكل تاني بس المهم يكون في عنا contrast بالصورة يعني النص الصورة تكون من تحت فيها shadows كتير او عتمة والنص الثاني اللي فوق تكون فاتحة او مضوي او brightening عن قبل يعني يكون فيها contrast راح استعمل هاي الصورة و بده افتلها شوي بهالشكل فينا اكبس shift لحتى تكون تعمل stick على الدرجات هوليك الخمسة عشر درجة تسعين درجة لهون و بكبر شوي على add حجم الشخص تمام اه هلا فيه شغلي خليني اعطي هاد الفراغ اللي هون لفوق هعمل edit transform flip vertical تمام هلا منعرف لايه اللي عملت انا هلا كرمل تكون الوجه لهون اوكي اه هلا هاخفي هيدا اللي حتى اشتغل شوي باللي تحت اللي عنده شغل بالكويك سيلكشن طول اه راح اعمل select and mask و select subject لحتى اعزل الشخص عن background الفوتوشوب راح يعمل له ايه راح يعمله automatically وبعمل refine hair لحتى نضيف هول الاشياء من بعد ما يخلص حاقبس اوكي و mask هيك بكون اه نضفت كل شي حتى الشعر لايكم كيف هون واو اوكي هلا اه برجع للليير اللي ضفتها هاعمل select عليها واللي هعملو هون هاكبس alt على الكيبورد وبين اتنين layer في شي بيطلع على هايك شكله اذا بلا alt ما في شي مع alt بتطلع هادي هاكبسها اللي هيصير انه هادي الصورة بتاخد shape اللي خطة تحت alpha matte يعني step اللي بعد منه هكون معلم على هادي layer هغير اتقليZ style خطر طبعا من normal ل screen حلو فيكون تختاروا اللي بدكن ايه بس انه بلاقي ها الصورة مسهلا تكون screen. يناق اكبس هادي اللي هيصير التحت او اكبس alt متل ما اعملت قبل النفس الشي يعني ما هي ضيجة. اه راح عدل شوية بالكونترس اعطيها كونترس اكتر اه بالشادوز. اعطيها هيك الكتر شوية. اوكي. تمام. هل فينا اعدل بالصورة محل الصورة تكون. راح بعادها شوية عجنب هيك. اخذها عشمال. اوكي. فيها تكون هيك. وحاعدل شوي بالcontrast حتى تعطيني. اوكي. باشا كالا كل واحد عنده زوء بالتعديل. هلأ لحامل شغلي هون انه ببقى انه في اسود. هلأ هادا الطرف اللي هون هعطيه شوي هيك يكون فايدد. هاروح على لير ماسك طبع الصورة الاساسية. وهستعمل بالبراش طول. لون الاسود. اه بدي كبر البراش واكون هاردنس سفر. و بشكل بسيط بس هك امحي شوي على الطرف الثاني. وبعط شوي هيك سموث منت للصورة. تمام اه اوكي. اوكي. اوكي بكون انا هلأ خلصت هالشكل. عملت دابل اكسبوجر. هلأ هاعلم كل الليرز. هاعملون بفولدر جديد. فيني اعمل دراج ان دروب هون او كنترول جي على الكيبورد. نفس الشي. اه حاستعمل اه بس اه بدي اختار اللون خليني احطه تحت. لحتى ارجع عيد اللون. اعمل عدل اللون. بدي اختاره على لون البشرة تقيبا. اوكي كان قبل اوكي هاكي كتير منيح. اوكي اه في هون بشي باي بده التعديل. اذا بطلاحظوا هون الخط. فهذا شي برجع للاير ماسك بالبراش تول. بعطيها شوي كمان. حتى فين ازيدي شوي هون. اوكي هلأ هون بيبين الفرق لانو عم نعطي background color. تمام. هلأ اللي حاعمله هون بهاللاير. اه هعمل نيو لاير. حتى اعمل شوي اه حركة للصورة. اه بالنسبة للصورة الاساسية. خلينا ازغرها شوي. كنترول تي. بنزلها شوي. حطها تحت. كبر شوي. اوكي. تمام. هلا بالليل الصغيرة. بدي استعمل البراش تول. باللون. مسلا هستعمل لون شوي غامع. يعني تقريبا هالقد. اه هستعمل اه براش اه متل اه خلينا استعمل هادي استعملتها قبل كمان قبل مرة. وبشكل عشوائي يعني خليني اعطي هيك حركات. يعني بشكل اه عشوائي جدا. تمام. فبس اعطي هيك شوية حركة. وبخفيف مثلا. بالنسبة لل background. كترت شوي. او مع حركة صغيرة بسيطة. وفيكن تستعملوا كمان اي لون اي شي. الحرية عنكم. بس عم نتعلم كيف نعمل فينا نعدل شوي بالالوان. بالهيو ساتوريشن. منشبع شوي بالالوان حسب شو. اه نعطي الازرق شوي. ناخد شوي عسيين لحتى تبين صورة احلى. وقبل ما اختم بده منكم تعم بلايك سبسكرايب شير وانشاء الله تكون عم تسافدوا. انشاء تكون هؤلاء الحلقات عم يعجبوكم. وهلأ بده لكم تابعوانوا بحلقة جديدة.